اشتركوا في القناة كان نفسه ان يقولها كل سنة وانت طيبة ولكن هو اتكسف يقول وامني انا فانا بقول لحضرتك يا والدة محمود عبد الحميد كل سنة وحضرتك طيبة وبالف خير وبصحة وسلامة يا رب وكمان كل سنة وكل ام طيبة وان شاء الله يا ربي يا رب تشوفي محمود ابنك في احسن حال وبشكر حضرتك طبعا انا مكنش ينفع ان انا زعل محمود وارفض طلبه ده نرجع لتسليط الدوق وجزء التاني معايا في الستوديو الضيف استاذ علي الجهري اهلا بحضرتك مواطن من بير ام سلطان ومعايا برضو ضيفي الدائم الاستاذ المحترم حسين الاسيوتي منورني برضو في الفقرة التانية في برنامجكم تسليط الدوق وتسليط الدوق في الفقرة التانية هيكون عن منطقة اسمها بير ام سلطان بير ام سلطان منطقة تقع ما بين البستين والسلام صح كده؟ البستين ودار السلام البستين ودار السلام هنتكلم وهمسلط الدوق في الفقرة دي تحديدا عن منطقة بير ام سلطان بكل ما يدور فيها من ايجابيات وسلبيات ولكن للأسف الشديد يوجد سلبيات كتيرة ونتمنى من الله ان السلبيات دي تتحول لايجابيات هنتفرج على فيديو هنتلع مع بعض نشوف فيديو وهنناقش مع بعض هنشوف الفيديو وهنعقب برضو عليه وإحنا معاكم على الهو ونشوف ايه موضوع الفيديوهات دي احكي لنا بقى عن الفيديوهات دلوقتي لما تطلع على الشاشة وقلنا اهو بدأ الفيديو فضل دي منطقة ايه بقى؟ دي بير ام سلطان عم تندق ايه في بير ام سلطان؟ ما طلع كلها عندنا المدخل اللي هو الرئيس اللي بيدخلني على بير ام سلطان تمام ما تخلي تاني بنفس النظام دخان وزبالة وأمراض وفي ناس ساكنة أسر وفي أطفال وفي كل حاجة اخر الشرع ما فيش حد يبستع لنا خالص اخر الشرع ايه؟ اخر الشرع ده اسم البساتين في الوش اسم في الوش ده اسم البساتين على طول اه قاعد المساكن من جوة من المنظر ده يعني حاجة طيب احنا كان قبل الفاصل كنا بنقول بنتكلم عن موضوع الزبالة خلينا بقى نتكلم دلوقتي على موضوع الزبالة قول لي ايه بقى؟ يعني دلوقتي في مطرة وإحنا خلاص دخلنا بقى في فاصل الشتاء والمطرة هتشتغلوا الكلام ده بتعملوا ايه في الشتاء تحديدا والمطرة لما بتنزل تغرق المكان ده وهو مليان زبالة كده يعني ايه المنظر ده انه شايف ده من المطرة ولا ده ناك ده الصرف الصحي ما هوش شارع نيهش ده الصرف الصحي ده على طول كده على طول كده؟ دي على طول كده اه طيب وفي الشتاء بقى برضو معلش عايز اعرف في الشتاء وحاش من كده دي مكنة بتاعة صرف صحي تسعب من الوحدة الوحدة تمام بقى لها بتعايشين سنة ما بتشلتش يعني ما فيه صرف صحي اساسا المية دي بتفضل طول الشتاء مستمره في نفس المكان ده صيف وشتاء ده صيف وشتاء صيف وشتاء طب انتو اكيد فيه اطفال واحنا في توقيت مدارس يعني اكيد الناس دي هتروح ازاي الاطفال الاطفال خليني اتكلم عن الاطفال يا ناس والله الاطفال بتعاني ماشي زي ما الكبار بيعانوا الاطفال بيعانوا بس المشكلة نفسيها يعني انت برضو معلش يعني انا عايز اتكلم في حاجة قبل اي حالة الفضل طبعا اكتاز علي الجهر الفضل اللي خليك يا فضل هي المشكلة كلها في الاساسية الاساسية اللي احنا بنعاني منها مش البساتين بس او القاهرة عمتا او يعني دخل المدينة الاخلاق ده من الاخلاق في كل حاجة طبعا حضرتك انت مسكت نقطة مهمة جدا ونقطة دي بيبنع عليها حاجة كتيرة جدا بالضبط هو اللي انت شايفها ده السبب الاخلاق والضمير اللي ميتها شوية ماشي انا في حاجة عايزة اعملها معلش يعني خارج نتاكل اتفضل طبعا دي كل الاحطرة ومتفضل بس مش عارف تتنفذ ازاي يعني انا عايزة اتطبقها ده اكتراح حضرتك عايزة تكترح اه بالضبط ماشي انا انا من صهاج من ولاد سليم في صهاج تمام انا مبروح البلد عندنا بشوفهم ما شاء الله الاطفال الصغيرة اللي هي من سن ست سنين من اول المدرسة لغاية اعدادي كله معلش يعني ما فيش بيت ما بيحافظوا قرآن تمام انا بفكر اعمل مثلا مكان في المنطقة عندنا في منطقة بيرو مسلطان تمام في منطقة بيرو مسلطان نعمل مثلا مكان في شقة مثلا او في بيت هنعمل فيه هنجيب الاطفال من اول ست سنين لغاية قول اعدادي تمام لانه هو الجيل ده هو يعني ضايع حاليا دلوقتي هتعمل معهم ايه بقى تحفظ قرآن حضرتك يعني انت انت هنقول متبرع ان انت تجيب الاطفال دي وتحفظها قرآن ومجانا لانه عندي عندنا ما شاء الله في المنطقة فيه شباب زي الورد والله فيه شباب ماشي معلش يعني اخلاقها فوق العالية تمام مفكرة ما شاء الله عليهم متعلمين جدا ومستعدين هيدوا هيدوا درس الاطفال دول هيعلموهم كل ده مجانا مش هنقل حاجة ده حاجة يعني حاجة تشرف حاجة تشكر عليها استاذ علي الجهري مواطن من داخل منطقة بيروم سلطان يوجه يوجه نداء لاطفال منطقة بيروم سلطان وانه هو متبرع بانه هو هيحتضن اطفال بيروم سلطان ويعلمهم ويحفظهم الكرآن الكريم لان الكرآن مجرد التفل هيحفظ الكرآن معلش يعني كل حاجة سلوكه كله يعني هيطلع بعد كده سلوكه كله مضيف طيب انا هرجع لان الجزئية دي معك استاذ علي بس اشرحوا لي بقى الفيديو ده ايه كمان ده 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 منطقة ايه او شارع المدخل التاني المدخل التاني ليه انا برضو تمام بنفس النظام اسمها ايه المدخل ده او الشارع ده نفق نفق ومصفيح نفق ومصفيح بنفس النظام برضو زبالة في كل مكان هو كل المشكلة انه ما فيش اهتمام بس بالمنطقة بس اللي انا اقصده ان يعني احنا مش في الصيف زبالة زائد مطرة شتا طيب وبعدين زبالة ومطرة طب الناس دي هتعيش ازاي طب الاطفال معلش ايا كان كبير مع احترامي ليه طبعا وفي ناس كبار في السن اكيد يعني بتبقى محتاجة حد يبقى معاها بس الطفل اللي نازل من بيته الصبح فعيز المطرة ده رايح المدرسة هل ده يبقى عارف يمشي كده ولا يمشي كده ولا يتزحلق في المياه انا فكرة انا جاي احنا جايين هنا انا جاي خارجين من المنطقة بالعافية ايو انه هده كان في مطرة داخل القاهرة معلش يعني الشارع كلها الموازة تينا ماشي انت فين وفين لما بتعرف تلقى حتة نظيفة تمشي عليه معلش يعني اللي ستة بتمشي ممكن تقع ماشي عائد صغير بتزحلق بيقع ماشي احنا الناس مش عارفة تمشي اهمال ما بعده اهمال انا انا يعني واضح في الفيديو معي اهو الشارع والمنطقة صعب جدا يعني لا لا حاجة حاجة بشعة انت لو دخلت كمان طوغلت جوه بالفيديو هتلاقي حاجات افضع من كده بكتير دي دي العمير اللي هناك ودي الشوارع صح كده تمام تمام يعني صعب قوي انا برضو ما زلت اكرر طب بتعمله ايه في موضوع الزبالة يا جماعة هل بتفضل مرمية في كل حتة كده ولا في الاخر يعني طب وايه الدخان ده يعني دي هل دي بيحرقوا الزبالة مثلا اه اه بيحرقوا الزبالة طب ما هو ده برضو الدخان اللي طالع ده مؤذي جدا 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 وامراض واحنا دخلين على العاصفة التانية من كورونا ربنا يحفظ مصر جميعا يا رب وينجينا منها على خير ولكن احنا دايما بنقول نخلي بالنا دايما بنقول الاحتياطات الاحترازية دايما بنقول خلوا بالكم الكمامة والكحول طيب انا حاطت الكمامة ومعايا الكحول ومأمن كل ما يمكن لكن لما انزل وامشي في شارع كله زبالة وكله خطورة طب حريهم ازاي احنا عشاننا بقى في ربنا سبحانه وتعالى تلوقتي في حضراتكو صوتنا يوصل من على طريق القناة ان شاء الله ان شاء الله تمام يوصل للنايب اللي نجح في الايام دي تمام معليش برضو يتم بقى بالمنطقة شوية هو خلاص الانتخابات خلصت هي لسه في اعادة مش على اتنين بس هم اتنين نجحوا ولسه في اعادة على اتنين عشان واحد دي ينجح منه نأمل من الله نأمل من الله ان المسك المكان هناك طبعا المنظر واضح في الفيديو للناس طبعا والزبالة في كل حتة وده صعب جدا ودول حضراتك كلهم بتاع رخام ماشي اللي انا منهم يعني انا منهم بتاع رخام دول برضو زائد العفرة بتاعت الرخام تمام بس احنا برضو عامل ما بتطلع الورش او الشغل بنتعب عامل ما بنوصل اكيد طبعا اكيد طيب بالنسبة بقى الموضوع الانتخابات اللي حصلت بتتمنى النداء ايه اللي بتقوله اللي هيمسك او النجح ولسه هيكمل تاني ايه النداء اللي بتوصله او النداء اللي بتقوله كل واحد وعدنا بحاجة يعملها هو وعد يعني النقبل الاولان اللي نجح وعد ان هو هيعمل بيروم سلطان حاجة تانية كويس جدا يا رب يا رب معاه قلبا وقالبا ونشكره يعني قلبا وقالبا ونصور معاه ونتبنى الموضوع ان اهلا بحضرتك توفي بوعدك لتغيير هذه المنطقة بيروم سلطان وتنجد اهلها واللي بيستغيثوا دايما وبيقولوا حد سمعنا حد شايفنا فياريت ياريت مشكورا لو عمل كده هو ده المهمته بقى مهمته مسكت المنصب ده مهمتك انك انت تشوف مطالب الناس يعني هو وعد انه هو فعلا هيتبنى اللي بيحصل ايوه امور فادي ما عمل معانا من مداخلة وعدنا انه هو هيعمل كذا كذا في المنطقة لحد دلوقات ما فيش حاجة تعملت نستنين هوا وصابرين عليه نقول يا رب يا مساعد يا رب ان شاء الله نتمنى نتمنى وانده اخر اكيد يعني الفيديو واضح معانا اكيد زي ما بننقل السلبيات ولكن هي الحقيقة والمصدقية اللي بننقلها كاملة اكيد اكيد نتمنى ان احنا ننقل الايجابيات كاملة متكاملة ونجيب الفرق كانت ايه وبقت ايه بفضل مين يعني هي الفكرة الفكرة في ان احنا زي ما لان هو برنامجنا تصليط الدوق هو في مصدقية كاملة لنقل الحقيقة والواقع فزي ما نقلت السورة اللي عليها منطقة بيروم السلطان من سلبيات اتمنى انقل السورة لبيروم السلطان ايضا وهي فيها كل الايجابيات والتجديد على يد من يحولها من رماد الى حياة واستقرار ويشوف الامور اللي المفروض مفروض جدا ان هي تتعدل هناك اتمنى اتمنى ده من الله وهو لو نزل عدو مجل الشعب لو نزل معلش يعني هلاقي والله بقولك شباب يعني برضو الناحة الايجابية اللي انت بتدور عليها موجود في بيروم السلطان ماشي الشباب والله والله بس يعني اقولك ايه فكر ما شاء الله تعليم عالي تعليم عالي وناس فعلا بتفكر لو نزل وعايزين وناس برضو عايزة تعيش في نظافة ما حدش عايز ما حدش يردى بالمنظر ده اكيد طبعا اكيد فطبعا هو لو نزل الناس دي كلها تقف معايا ده احنا نتمنى حاجة لا وبعدين الرجل طيب ده استاذ حسين دايما بيوناشد وبيقول عايز اشوف منطقتي احسن منطقة طبعا انا عايز اسألك سؤال ما فكرتش او ما تعبتش وزهقت وقلت خلاص انا هسيب المنطقة واروح مكان تاني لا هكمل ما فكرتش ان انت تسيب وتمشي لا عمري ما سيب منطقتي عمري دي منطقة تتولدت فيها وهموت فيها يعني انت متمسك بمنطقتك ان انت عايز تطورها دي منطقة وده محل تولدت فيه وتربت فيه وتلعت فيه عمري ما سيبه لحد هكتع بإذن الله ميت هكتع من المنطقة دي منطقة عالتربة بس وراء ترغي للدرجات دي انت ماءك الداخلي للمكان ده ان انت عايز تطوره وتكبره وتشوفه للأحسن بإذن الله ان فيه حاجة وهي تصحف اسمها الضمير الضمير ده بإذن الله يصحف قول الناس والله بإذن الله يا رب مش في بيرو مسلطان فقط انا بقى ناشد وبدم صوتي لصوت أستاذ حسين القصيوتي ان يا رب الضمير يصحى في ناس كتير تحترم 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 وعلى راسنا عندها ضمير وعندها أمانة وعندها أخلاق عندها أخلاق يعني أستاذ حسين بيتكلم عن الضمير وأستاذ علي الجهري بيتكلم عن الأخلاق فأنا بشكركم على ضميرك وعلى أخلاقك شكرا وعلى اللي انت بتقوله ان انت هتعمل دار تحفيز تعتبر القرآن مجانا تلم فيها كل الأطفال في منطقة بيروم سلطان علشان يعلمهم القرآن الكريم علشان يعلمهم الأخلاقيات الجميلة وأستاذ حسين بيتكلم في الضمير الضمير لازم أن يبقى عندنا حرام الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا أحسنكم خلقا طبعا عليها أفضل الصلاة والسلام حسن الختام دي يعني حاجة طيب نرجع لحتة الضمير كمل النقطة دي مهمة عاوز ينصر لكل واحد للبيع أول حاجة البيع اللي هو يمسك فرخة وزنها كيلو يخليها كيلو وربع ولا كيلو ونص عايزة عارف هو في الآخر هيجيبها منين السماك اللي بيسرق في الميزان برضو هيكمل في الآخر منين السنصر اللي بيسرق برضو في الناس هيكمل منين بتاع المطعم اللي ياخد قرص طعمية مش نداوتش ولا يزوج جنيه هيجيبه منين من الآخر عازني رحم بعضينا شوية نحب بعض الرحمة والموادة الناس المسنين وجه رسالة للناس في الكاميرا الناس المسنية الناس المسنية كتير كذا واحد مسن نبصر بعضينا نبصر ان اللي تاكل دو راجب مسن راجل لازما ياكل لازما يعني كفاية كفاية جشعة كفاية سرقة انا عايز اسألك سؤال يعني بمناسبة الضمير بقى وبمناسبة الاخلي انت صاحب محل اسمك لو دخلك حد غير مقتدر مدين وقالك انا عايز اجيب من عندك سمك بس انا مش معاي هتديله ولا لا عظبا عننا هتديله حاجة بتاعة ربنا ليه بتاعة ربنا ربنا اللي بيرزقني يعني مش هتقوله لا او عمري طب ياريت الناس تعمل زي عمري مرة بنصعه على بيزود لي رزق وانا سعبات دي كده رزق بيزيد زي السماعية كده مثلا احنا وقفيني ايه في المحل تسعة تنفار وديهم جنينا المنطقة تسعة تنفار وقفيني زيها في المحل بس احنا التسعة بنكملين بعض ده بيغسل ده بينظف ده يشعر في لافي الزبون ده يتابل للزبون المشكلة بيبينوا من صاحب الملك طب الناس دي بتشقى انت بتاخد الكيلو السمك باخد عليه 2 جنيه بعد كده بتخش على اللي بينظف تدفع جنيه بتخش على اللي بيغسل ده يديه نص جنيه عايزة تبليه ده يديه نص جنيه براحتك مش عاوزة تقوله ده مش اجباري يعني ده اختيري حلوة الفكرة والناس ايه اللي بتغسل والناس اللي تشعارف ايه وعايزة الحاجات دي ما خلاص فيه مصدقية معايك فيه تعامل كويس معايك فخلاص الحمد لله يعني انا السمك هنا طلع من قلب سور العبوره هو بالتاريخ ب23 و22 احنا من بيقه 24 و23 زي ما احنا مزودتش هو جنيه جنيه اتنين جنيه يعني انت انت كمان يعني هو المقصود هو ايه بيبدأ بنفسه بيبدأ بنفسه هو ده الصح هو بيقول انا ببدأ بنفسي واحد بيتكلم عن الضمير فبيبين انا ضمير ايه ان انا كتاجر ولو نفتكر قبل كده اتكلمنا في الموضوع ده عايزة استرجعه معايك لان انا احترمتك جدا وقتها وانت بتتكلم بكل مصدقية ان انت كتاجر بيجي لك استعر في متناول المواطن المتوسط والاقل والاعلى انت اللي بييدك ان انت تزود علينا وتقول لنا هو نزل كده السعر وانت اللي بييدك ترحمنا ماشي مانا دلوقتي الحمد لله حاطت اليتين جنيه اللي هم بتوقع لو حاطت اليتين جنيه تواصحاب الملك اضطر احطت اربعة جنيه هتوجع صاحب الملك بيقعد اتنين جنيه على الكيلو بيوجعه عاوز ياخد ربعة جنيه عازل ايجار من 12 الف يبقى تلتة ربعة تلاف جنيه يبقى خمس تلاف جنيه يبقى حلو ما تناوع لا ده ده موضوع الايجار انا معاك في القطة دي الايجار هو رخص البضاعة في ناس بتبيق البضاعة بتمنها بس بتسرق المواطن في الميزان بكافئة لانه هو يدفع ايجاره مانا هجيب لك ربعة جنيه ايجار من اين لازم لاسرق في الميزان صحيح انا عاوز الناس كلها تتمنع الايجار اتمنع الايجارة بربعة مية اتمنع الايجارة ابو تلتباه في اليوم لا احنا نقول نقول كفاية يعني هي تتقال ولكن بالصح بالاسلوب الصحيح بالاتجاه والاخلاقيات الصحيحة نتكلم مع الضمير ان احنا مش هنعمل مشاكل مع بعض احنا مش عايزين نوصل لحطة المشاكل والهمجية والاخناقات والحاجات اللي ما ينفعش ما ينفعش ان هي تتنقل عننا وتبقى ما بيننا لازم يبقى فيه ما بيننا دايما حطة المناقشة والمناقشة بكل احترام ان انت تحاول تقعد مع صاحب الملك ورحمة نرحم بعض بسيء أستاذة دلوقتي انا قدمت ورق للبنك خدت كارت بخمسين الف جنيه البنك يشكر مشال الورق اداني لخمسين الف جنيه كارت بتاعي روحت النهار در بيرو مسلطان شنقض محل ايجار المحل سبع تلاف جنيه في السنة ايجاروا اربعة وثمانين الف جنيه من اواخد خمس خمسين الف خد مني عشرين الف تأمين معايا تلاتين الف هل التلاتين الف هيكسبوا الاربعة وثمانين الف جنيه اللي هدفعهم في السنة يعني تاني مش للدرجة على حسب بقى اللي بيع والشرة عمر ما بيع وشرة هيكسب السبع تلاف دلاتين عمر ما بيع وشرة هيكسب الجمية دي تلات ترباع البيعين محبوسين تلات ترباع البيعين هم اللي بيستجموا ليه مش قادرين مش قادرين يدفع انا النهار ده خدت كارت اتكوم عليها الكارت ما دفعتش صعبة جدا ما هي المشكلة بتاعتي هو صاحب الملك صاحب الملك يرحم صاحب الملك يرحمنا يرحم في ايجار المحلات الاكلة برخيص يرحم في ايجار الشقة نعرف نعيش من رأي الشخصي المتواضع ان انتو برضو لما ان شاء الله يصدق من اصدر قرار ان هو هيساعد وهيقف جنبكو ارجو منه برضو ونداء ان هو يتدخل ما بين الناس دي ويحاول يوصل موضوع الايجارات ده يشوف حل يعني واتخاذ صحيح علشان الناس تقدر تعيش والتجار يكسبوا برضو بس بحلال رب العالمين في المتوسط عشان كله يعيش وده اجراء لازم ان يبقلوا للكامة يبقى ليه سقف قانون المدة بسنة ده يتلقي اكيد يبقى ليه سقف الديني عشر سنين الديني خمساشر سنة سنة بسنة دي حرام اكيد في المحل برضو سنة بسنة دي حرام الديني سقف معين عشر سنين يبقى فيه الكابة على الناس دي وعامة انت قلت ان انت هتعمل تقنين واتجهت الاتجاه بتاع التقنين مع قلبا وقلبا وان شاء الله في المرات القادمة بإذن الله يكون فيه نقطة ايجابية توصلنا ليها وعملنا خطوة صحيحة وان حد لبن ده وتيجي اخيرا مبتسم وتقول الحمد لله يعني وصلنا لحاجة كويسة انا بشكرك استاذ علي جهري نورتني الله خليك يا فاني وبشكرك جدا 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 على اللفتة الجميلة الاستاذ علي جهري لازم انوه عنها تاني استاذ علي جهري مواطن من منطقة بيروم سلطان بيوناشد اهالي بيروم سلطان ان هو هيحتضن ان شاء الله الاطفال وهيعلمهم تحفيز القرآن مجانا لعودة الاخلاق اشكرك الله يخليك يا فاني وبشكر ايضا استاذ حسين القسيوتي وبتمنى ان ندائك يوصل وبتمنى ان ابتسامتك ترجع بفرحتك بانتصار وعودة بيروم سلطان اللي انت بتحلم تلاقيها ان شاء الله بيزن الله بشكركم جدا خلي بالك حضرتك ما ليش اخر حاجة برضو تفضل خلي بالك في في المنطقة زي ما احنا قلنا للسلبيات برضو فيها اجابيات كتير اجابياتها الناس اللي فيها نص فيها نص عايدة وناس مهترمة جدا وفيها بس فيها يعني يعني الناس تحب تشوفيهم تحب تعود معاهم تقولي الناس مش من منطقة يعني هي ما شاء الله كلها يعني فيها ناس كتيرة اوي اوي حلوة تحية طريبة لكل اهالي بيروم سلطان الكرام المتماسكين باخلاقهم الحميدة وبشكركم جدا نورتوني شكرا اسمحولي قبل ما اختم اوجه تحية وشكر واحترام واجلال واقوله الاب العظيم قوتنا وسندنا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل سنة وحضرتك طيب يا رئيسنا يا ابونا يا حمينا كل سنة وحضرتك بألف خير وعمر مديد تحياتي تحياتي واحترامي وتحيات قناة الصحة والجمال وتحيات برنامج تسليط الدوق وفريق عمل برنامج تسليط الدوق لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وكل سنة وحضرتك معينا وفي ظهرنا وحمينا يا رب يحفظ مصر يا رب يحفظ مصر من اي عدو يبصت عليها ويا رب يحميك ويحفظك لنا سيادة الرئيس لك كل الاحترام وكل الفخر بانني مصرية ومعي رئيسي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية احترام لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير يا رب وعيد ميلاد سعيد ومديد علينا كلنا لان عيد ميلاد حضرتك هو فرحة لنا كلنا تحياتي واحترامي لمشاهدين ومتابعين الكرام واستنونا دايما وانتظرونا في كل ما هو هام وهادف وجديد في برنامجكم تسليط الدوق وزي ما عودناكم دايما هنصلط الدوق على الحاجات اللي تستحق تسليط الدوق عليها ولكن انتظرونا في حلقة جديدة واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته